اهلا بكم مشاهدينا واولى محطاتنا مختاراتنا لليوم حول حالة الطقس واللي اكيد بتشغل بال الجميع حيث تستمر المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي والاجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في مناطق عدة من المملكة يتوقع ان تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات في بعض المناطق وبصحبها برق ورعد وتساقط حبات البرد احيانا مما قد يؤدي الى تشكل السيول كما كان في الامس بالامس مشاهدينا السيول يعني اشتاحت كثير من المناطق وفاجأت البعض في المولات وشفنا تداول يعني الناشطين على وسائل التواصل واحنا على الواتساب وصلنا كثير فيديوهات حول هاي السيول اللي كانت في كثير من الاماكن اذا قد يؤدي الهطول المطري الغزير الى تشكل السيول في الاوديو المناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت الرياح تكون شرقية معتدلة معتدلة السرعة بتتحول بعض الظهر لشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات يعني مشاهدينا هذا باختصار حول حالة الطقس تحذير من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وخطر العواصف الرعدية اللهم صيبا نافعا وغيثا مغيثا يا رب العالمين مشاهدينا بدنا نروح لخبر السكري واللي هو كان بالامس اليوم العالمي لمرضى السكري طبعا مشاهدينا يعني الحديث عن مرضى السكري ونسبة الاصابة في الاردن جاء عبر تصريح لوزير الصحة وزير الصحة قال انه 45% من الاردنيين مصابين بالسكري فجاء تعليق من احد المتابعين والمهتمين بهذا الشأن محمد حسن الطراونة يقول رسالة الى معالي وزير الصحة الحديث عن السمنة ومضاعفاتها امر مهم من الناحية الطبية له الكثير من الفوائد ولكن لتكون الارقام دقيقة وعلمية يجب الفصل بين السمنة وزيادة الوزن فلكل واحد تعريف مختلف من الناحية العلمية طبعا ضمن حديث الوزير كان الحديث عن زيادة الوزن والسمنة النسب كما يقول النسب وان صحت ما هي الا مدعالي مراجعة مدى سلامة الغذاء اللي بيتناولوا الاردنيين حيث اصبح استخدام الهرمونات شائع في مختلف الصناعات الغذائية ما هي الفئات العمرية اللي عانتها الدراسة اعلاه حتى يتسنى تصليط الضوء عليها في الاجراءات الوقائية وعدم تشتيت الجهود ضعف وزارة الصحة في المجال الاحصائي والبحثي اصبح اكثر وضوحا ولا نستغرب خروج ارقام صادمة من هنا وهناك لا ندري نسبة الافراد من المحافظات والقرى خارج عمان اللي شملتهم الدراسة ام انها تعكس فقط مجتمع عمان المخملي فهناك يكافح المواطن لتحصيل ابسط حقوقه ويكون الحديث معه عن السمنة نوع من الاستفزاز لا اكثر اذا مشاهدين هذا كان حول النسب المصابين بالسكري والسكري الكامن حيث النسبة كما قلنا 45% من الاردنيين و78% مصابون بزيادة الوزن والسمنة يعني ربنا يشافي الجميع واحنا كمان لازم ننتبه على غذائنا بما انه زي ما حكى الاخ محمد النسب يعني مش دقيقة ولازم الدراسات تبين امور كثيرة طيب بدنا نروح مشاهدينا للامم المتحدة وتصريحها الحديث جدا حول عدد السكان العالم اللي بلغ 8 مليارات نسمة حيث يتجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات اليوم الثلاثاء بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للامم المتحدة الامين العام للامم المتحدة قال في بيان انها العتبة فرصة لاحتلاف للاحتفال بالتنوع والتطور مع مراعات المسئولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب طبعا الامم المتحدة ترجع النموذ السكاني لتطور البشرية لان الناس باتوا يعمرون اكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية ايضا والادوية كما ان الامر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة وخصوصا في بلدان العالم الاكثر فقرا ومعظمها في جنوب افريقيا وجنوب الصحراء ما يعرض اهداف التنمية الى الخطر كما يصرح الامين العام للامم المتحدة اذا مشاهدين فاقم النموذ السكاني التدعيات البيئية للتنمية الاقتصادية وتمن مليارات نسمة بلغ عدد سكان العالم هذا اليوم وثقى الامم المتحدة طيب بدنا نروح مشاهدينا لقاعدة العشر ثواني للنهوض من السرير في صباح يوم بارد السؤال اكيد هل تجد صعوبة في النهوض من سريرك في اليوم البارد لما بتكون دفيان اتبعها الارشادات لتفيق بكل ان شاء الله نشاط وهمة وحيوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مشاهدينا باتباعها الارشادات ان شاء الله لن نجد صعوبة لا نحن ولا ابنائنا في النهوض من اسرتنا بس ما علينا الا انه فعلا اول ما نفتح عيوننا ننهض مباشرة حتى ما نشعر بلذة الدفع ونظلنا نايمين طيب مشاهدينا عنا فيديو من ضمن مختاراتنا لمدينة قرطبة في الاندلس الدولة العربية عفوا الاسلامية واللي كان فيها الخلافة وسقطت هناك الخلافة وتم احتلال هذه الدولة المسلمة خلينا نشوف مدينة قرطبة في الاندلس من الاعلى وما بعض الشرح عن الاماكن التاريخية في واحد من شوارع مدينة قرطبة قريكم قرطبة من الاعلى وهذا اشهر شوارعها شارع المحج العظمى مر من هنا مواكب خلفاء بني امية ملوك الطوائف الشعراء الادباء هذا جامع قرطبة العظيم وهناك مكان دووين الحكم كان الخليفة يعبر من الديوان الى المسجد عبر صابات جسر معلق قبل الف ومية عام هذه الناحية كانت قصور الخلافة هناك اذا تشوفون السور كان مكان قصر عبد الرحمن الاوسط وهنا هذا البيت الابيض تشوفونه هذا دار زرياب رائد فن الاتكيت العالمي وفد على الاندلس من الدولة العباسية في عهد عبد الرحمن الاوسط اكرمو كان يعطي الراتب اربعين الف دينار ذهبي اكثر من راتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية واللي خلفه دار المدنيات يعتبر اول معهد موسيقي في العالم فالجواري يجون من السبه يمرون على دار المدنيات يدربون على الفن والشعر بعدين يدخلون الى القصور نكمل جولتنا وهذا جامع قرطبة العظيم اعظم بناء شيدته يد العرب اللي موجود هنا الكنيسة اللي بنيت بعد السقوط في قلب الجامع حتى انه حاكم قشتالة يوم شاف البناء قال ماذا فعلتم بنيتم بناء يمكن بناءه في اي مكان وزمان ولكنكم دمرتم مكان لا يمكن بناءه عبر الزمان هناك نهر الوادي العظيم نهر الوادي الكبير في قرطبة اللي طوله حوالي ستمائة وخمسين كيلو متر من جبال جيان حتى المحيط الاطلسي فيما ماضى من زمان كانت السفن ترسو حتى قرطبة هنا وكانت على جنباته المنيات الحدائق شوش كانوا يسمونها جنات النعيم الرضوان فكانوا اهل قرطبة يتمشون ويقيلون في هذه المنطقة وهناك سلسلة جبال العروس ضاقت قرطبة في وقت عبد الرحمن الناصر على ساكنيها فبنى مدينة الزهراء اعظم مدينة ملوكية في تاريخ الاندلس وفي زمانها بناها على سفح جبال العروس وفي هذه الناحية الرصافة اللي بناها عبد الرحمن الداخل سقر قريش ولكن لا يوجد لها اثار اليوم وفي مكانها فندق وهذه مدينة قرطبة بازقتها ودورها البيضاء الجميلة تقريبا كما تركها الاجداد من الف عام انت فعليا اذا زرت قرطبة يعني مشاهدينا كل هذا الجمال من خلال هالفيديو وهالنافذة على مدينة قرطبة اللي هي كانت منارة للعلم وللفن وكان فيها الخلافة الاسلامية وكان فيها الحكم العادل قرطبة في الاندلس وان شاء الله رب العالمين هيك يعيد لنا هذه البلاد وتكون كلها ضمن الحكم الاسلامي كما كانت مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية أولى محطاتنا وفقراتنا لليوم اخترنا لكم مع المهندسة عليا الشامي وتجهيز الحديقة المنزلية للزراعة في فصل الشتاء ومتابعة ان شاء الله طيبة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة